يعني الناس تنظر إلى هذه الحزمة من القوانين التي صدرت السنة الماضية وهذه السنة على أنها شيء جديد أو منبطة صلة بالقوانين السابقة وحقيقة الأمر ليس كذلك يعني مجتمع الإمارات مجتمع منفتح مجتمع متسامح يعني والجاليات الأجنبية وجدت على أرض الإمارات حتى قبل إنشاء الاتحاد نعم قانون المعاملات المدنية اللي صدر سنة 1985 يعني نتكلم عن أكثر من 25 أو 30 سنة أباح لغير الإماراتيين الاحتكام إلى قوانينهم المدنية الخاصة حسب جنسيتهم يعني في نص في قانون المادة 11 من قانون المعاملات المدنية أنه بالنسبة للحالة المدنية للأشخاص يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسياتهم أو بجنسيتهم وسبق أن أصدرت المحاكم في الإمارات في مساء متعلقة بالميراث وفي الزواج والطلاق وغيرها القوانين مثلا القانون الهندي حسب الديانة الهندوسية مثلا القانون اللبناني حسب طائفة معينة فالأمر ليس بجديد الآن طبعا القانون الذي صدر في إمارة أبوظبي لأول مرة وضع بذاته نصوص معينة تحكم الحالة المدنية لغير المسلمين يعني بدلا من أن يرجع إلى قوانين جنسياتهم يمكن أن يتم الاحتكام إلى قانون خاص صادر في دولة الإمارات ينظم المساء المتعلقة بالزواج والطلاق والمتعلقة بالإرث والوصية وغيرها فهي استكمال لسلسلة تشريعات سبق صدورها من فترة طويلة